لفت نظري مشهد مهم جدا حدث في الامارات او يحدث في الامارات الان يخص مصر اللي ما بقاش ليها تمن في ظل حكم اللي بيقعد يتسول على رأي عبدالخالق عبدالله تحت رجلين الخلايجة للأسف الشديد ايه المشهد ده اللي عملته الامارات باتنين من لعيبة نادي الزمالك ومدير القرى في نادي الزمالك المشهد خارج حساباتنا وتغطيتنا على الاطلاق لكن نور عندنا في حتة معينة الامارات حدثة اتنين من لعيبة الكرى ومدير الكرى في نادي الزمالك انتظار المحاكمة حصل نزاع في الملعب بتخنقوا ودربوا واحد من المنظمين بتاع اشتباك يعني فحبسوهم وصربوا صورهم وهم في المحاكمة عبواحد السيد واتنين من لعيبة اللي انا معرفهم مش قريب اتكلم علي كنت اعرفوا زمان سربوا صورتهم وهم في انتظار المحاكمة وصورة مصربة بعناية جدا لاظهارهم بدلك الشكل والامارات سربت الصورة دي بقصد الاهانة وتدوسها الشعب المصري اللي مالوش تمن اصلا اكتر واكتر لا الامارات بلد قانون ولا بتاع الامارات بلد لكن السيسي رخص هذا الشعب بشكل غير مسبوق مش دول الصفوة بتاعكم لازم يتربوا عشان بس الناس تبقى تعرف ازاي تتعامل مع المواطن الاماراتي في راس الحكمة تاخد بالها من قوانين راس الحكمة راس الحكمة مزي مصر انا ده ما فرقش معايا ان الامارات بتغين المصريين ده عادي للأسف الشديد لم يحضى المصريين بكرمتهم الا بعد التورة من 2011 و13 ما كانش في حد يقدر يرفع عينه في مصري الكل كان مرعوب كان المزايد بيروح يعاية لوباما لا تبقى لمذكراته ويقوله انتو هتطيعوا ببتاعت احنا كده هنطير انتو هتسيبوا مبارك احنا كده هنطير كلنا كلهم كانوا مرعوبين من هبة الشعب المصري ده بالعدد احنا قد العدد اللي في المنطقة كله يعني لو حطيت العدد اللي في المنطقة كله 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 المصريين هما نص العرب في المنطقة من المحيط للخليج. لو جمعت كله كله. فما بقى لك بقى التاريخ واللي بتاع. فانا مش مش القصة اللي خلتني اعرض وضيع وقت حضراتكم في ذلك الموضوع الدقائق الثمينة دي. مش قصة ان هم حبسوا اتنين او الخناقة او مين غلطان ومين اي اي حاجة فيش اي حاجة. انا اللي جنني وخلاني اتحدث من حضراتكم هذا الموضوع ان مصر كلها اتقلبت تحيا الامارات واللعابة دول يستهلوا ولازم الزمالك يعتذر للامارات. واحنا تحت امر جسمة الامارات مشهد مهين الحقيقة جدا يوريك طبقة العبيد اللي انتجتها العصابة المرتبطة مصالحها بالعصابة في مصر وبالامارات والسعودية ياخدوا منهم شوية رز. ده ياخد له اقامة ذهبية ده بيروح مصاحب حد فبيقابلوا في الامارات انت عارف الدنيا ماشية بزراميت ازاي? والامارات سخية جدا جدا جدا. مع الخوانة امثال هؤلاء اللي تعرف تشتريهم. الامارات اسخى من السعودية بمراحل. فكل مصر فجأة اللي هو الرموز ان مصر كلها تغلبت تحية الامارات والعيبة دول يستهلوا ولازم الزمالك يعتذروا قصة كبرت بشكل مهول واحنا تحت امر الامارات في مشهد مهين الحقيقة جدا. لا لي علاقة لا باهلي ولا بزمالك ولا بتاعي. مصر عاملة بتولة سوبر مصرية كلها فرق مصرية بتلعب في الامارات. الاربع فرق مصرية. والامارات هي المستغضيفة وبتدفع تامها البطولة. مصر بتستفيد حاجتين. مصر العسكر. مصر ما فيهاش كورة ولا فيها بمهور من ساعة الانقلاب. ممنوع الجمهوري بتاع بيحصل في ومضات قليلة من ساعة. بقالنا 11 سنة. البلد من غير كورة. بتتلعب بجمهور مختار من عناية من اولاد مستنقع وطن واولاد القضاء. هشوف القضاء هيعملوا ايه? اللي رفضين تسليم المقر بتاعه. هتسلم يا ولا والجزمة فوق رئابتك يا ولا. هتسلم. واولاد اللي بتعني يا بقى واولاد الزباط. مشهد كده ملوش دعوة بالكرة خالص. فمصلح هيبقى فيه جمهور. وناخد ارشين وهد ترزق. الاسب ده ده بقى اسلوب الحياة المصري للاسب الشديد في ضل حكم العصاب. خلاص? فالامارات مستضيفة وبتدفع تمن البطولة واشترك. المشهد ده حقير جدا. قالك اعتدوا على فرد امن ولا مش عارف ايه مطش مع بيراميز ولا هيخصيني. وانا بقول لحضيك القصة بعيدة عن الكرة تماما. مع اعترف ان اللي عيبت الزمالك اخطأوا. قولي اللي انت عايزوا في خطأهم وانفلات اعصابهم. رغم ان الموضوع الفيديوهات اللي عرضها علي زميلي. كان فيها احكاك مشهدات بتاع ما فيش اي حاجة. لكن الامارات مصرة على الاهانة. رجل مدير الكرة عبو حسين حارس منتخب ماصر. راح يطلع اللعيبة حباسوه معاهم. فالموضوع بعيد عن الكرة تماما. في لعيد كرة برازيلي عمل نفس الفعل دي واقفوه تلت مباريات في الامارات ودفعوه غرامة. ايقاف ايريك لاعب العين تلت مباريات وتغريبه مية وخمسين الف درهم لاعتداؤه على احد عناصر امن الملعب خلال مباراة الوحدة والعين. معروف في عالم كرة القدم يا جماعة. وانا كنت واحد من ابناء ذلك العالم بقوة يعني. مفيش فيها قضاء ولا حبس. في غرامات كبيرة ووقف واستبعاد وشضب. في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. جدا. ده اللي قتلوا المصريين في ملعب بورسعيد وفي ملعب تلاتين يونيو. ما تحسبوش. قتلهم. قصص دي بتخلص عقوبات مش في السجن. لعيبة الزمال اتدفع وغرامة كبيرة جدا وكمان محبوسين. مصري بلا تمن. قلتلك طول ما لكش تمن في بلدك مش هيبقى لك تمن برا. طول ما لكش تمن في بلدك مش هيبقى لك تمن برا. وعملين ليحة اتهمات ومسربينها. الامارات بتصرب كل حاجة امعانا في الادلال. امعانا في الادلال. لكن ده شيء معتاد. ده شيء معتاد في ظل حكم السيسي. اللي المصريين وصلين فيه مرحلة مهانة غير مسبوك. المصيبة فين بقى? ان الاحلام كله اللي في مصر حتى الزمال كوية طلعوا يعملوا حملات للدفاع عن الامارات ضد المشجعين اللي مش عاجبهم كلهم عاملين ده عشان خطر سبوبة الامارات. ومصر كلها مصر الصورة اللي بيصدروها اتقلبت فجأة تحيا الامارات. تحيا مصر دي تلغت تماما. كل الاكلين على كل الموائد متحة شلبي اللي حسين لبيب. الزمالك مطالب بتقديم الاعتدار يا اكبر واشعر بالعار. يا رجل ده انت لفسك عار. ده انت عنوان من عنوين العار يا طبال يا رقاص. ميدو حيث يعلم من اي لا تؤكى للكتف. اولا الجماعة هنا في الامارات قمة الادب والزوء. ده مدييني اقامة زهبية. اوقات الغوها. امرهم ما بيتعاملوا بعجرفة. كل المسئولين عندهم هدوق كبير. ازاي يتعاملوا مع المواقف. فكرة ان فيه تعامل ضد الزمالك لازم نشيلها من دماغنا. المهم تكمل انت في السبوبة. يحيى كابتن حسين لبيب على وقفة بحي كابتن على وقفته ولكن الزمالك ما يدفعش فاتور التهور بعض الاشخاص المفروض يبقوا عارفين كويس يخرب بيوتكم. سفير لمصر الحين عودته مرة اخرى. لازم الزمالك يطلع بيان فورا يعتذر فيه الامارات. يا ولادي البتاع يا منصحقين يا مهنين في كل مكان وفي كل كتاب. قال لك مصر الامارات بلد قانون. طب ومصر. لا بلد القانون. القانون ده اللي بيعذب بيه. معلش اصله كان فكره مصري. وتحيا الامارات وهو هتشكك في قانون الامارات. الامارات كلبة اسرائيل بقت هي القانون. كل واحد الامارات حتى قديها ببقه طلع يدفع على الامارات انتهت تحيا مصر. انت عارف لو العيال دي اتحبست في اي دولة عربية مش خليجية لو اتحبسوا في المغرب ولو اتحبسوا في الجزائر كان كل الانطاع دول طلعوا قال لك مش ممكن كرامة مصر لتحتمل ازاي المغربة يعملوا فينا ازاي التوانسة وحصلت عشرات المواقل بهذا الشكل. لو المشهد ده بتاع كانت طلعت العنترية المصرية اللي حضراتكم عارفينها تماما بقى انه لنقبل وازاي ويحصل اول ما جاء الرز كلهم عملوا يسوسوا في حب الامارات. حتى ناجي الزمالك في الاول ادارته حب ياخدوا موقفه بتاعه. وطلع المتحدث باسمهم قال لك ندرس الانسحاب. مش عارف هو عايش في اني عصر. ده السيسي بيقعد يخسر جلين ابن زايد. تنسحب مين يا ابن البتاع? احمد سالم. اجتماع عاجل رئيس مجلس ادارة الزمالك. وحسام الرئيس اللي بيحصل الاعتذار عن عدم استكمال والعودة للقاهرة بسبب الاجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة. حيث تواجد رئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر. بسبب قراءة المسؤولين باحتجاز اللاعبين واسرائيل ادارة على عدم التخلي عنهم. ده كان كلام محترم جدا. فيش لعيبة اتخنقوا في ملعب ولا عملوا حاجة في قانون اتحاد الدولي بيمنع التدخل الحكومي. مشاكل الكرة تتحل في اتحادات الكرة. لعيبة دي ممكن تتوقف اسبوع تستبعد من البطولة توقف شهر غرامات. عملوا عليهم غرامات تمانية مليون جنيه دفعوها ومحبوسين برضو. طبعا نحمد سالم وحسن لبيب وبتاع بتدقى يعني مفيش اول ما الضغوطات اللي انت عارفة جات له المكالمة من الجهاز الامن وقال لانت فاكرت انا بسك راجل ولا ايه? انت وحسن بتاعك دول هندخل العصايا اه? انت فاهم هنعمل فيك ايه? اسحب كل الكلام ده ام على طول? يؤكد مفلس ادارة الزمالك بقغادة حسن لبيب على تقديره التام لدولة الامارات. ملعون ابوكم كل التفافة ما تكفكوش. وكافة الجهات القائمة وتثمن كل الجهود الكريمة المبذولة من مكافة الكوادر. سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح. تكليف الجهات المختصة بفتح تقيق موسعة. نؤكد ثقتنا الكاملة في عدالة ونزهة وحادية جهة التحقيق. طبعا اذا الامارات بترجعلك جنودك من عند حمدتي وتجبرك زي الكلب تطلع بيان تشكر الامارات ان رجعت جنود الجيش المصري العظيم. وطبيع سن احمد سالم وحسن لبيب يبلعوا لسانهم ويطلع يقولك نسبح بحمد الامارات. بقولك عبدالخالي عبدالله كان بيقول على الكلب اللي سايق البلد. بيجي يوعد تحت رجلنا زي الكلب. ابن زايد حطينه صورته فوق جديش المصري سبل بتاعه في النص وقاب. رجعوا على طول صوصو زي اللي بيصوصو. ما تعرفش في مصر يقولون بس انتو اركعوا 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 احنا هنطلع لكم العيال. تفاجهوا ان العيال بيتحبسوا. لعيب واحد من الزمالك هو مش بصدق اللي بيحصل. لعيب سابق واحد. واحد. بس كل الرموز وكل الشارات وكل العنتريات كلها اختفت. الموضوع خرج بر الكورة تماما يا جماعة ومزا مالك واهلي. الموضوع اهانة كبيرة لينا. كان ممكن التحقيق يكمل عادي من غير تسريب سور ومن غير الاهانة. لكن دلوقتي في اهانة للمصريين. احمد جعفر يسلم لسانه. انك مالكش قيمة عادي ونحمل اللي احنا عايزينه وبفلوسنا. وللأسف الناس المسؤولة على الرياضة في مصر كلهم منبطحين. والمسؤول انه عز السياسة يا جعفر. وهم عارفين كده. الزمالك ميلعبش المطش ولازم يعتدر عن استكمال البطولة. مش فرقة كرامتنا اكبر من اي بطولة واعتقد اخوك الاهلاوه هيبقى في ظهرك مش هيسيبك لان دي كرامة مواطن برا الكوره تماما. ايه المهانة ده هو ده اللاعب الوحيد. لعب سابق. لعب سابق. والحقيقه. مع كل الاحترام والتقدير لكلمه الحقيقة لقالها احمد جعفر السبب مش مسؤولين الكوره. السبب في ذلك المشهد المهين وغيره من عشرات المشاهد المهينة هو الشخص اللي بيوطي كده لمؤاخذة قدام ابن زايد. اللي بيقف موطي رأسه في الارض قدام ابن زايد هو ده السبب. السبب اللي كان حطت صورة ابن زايد فوق رأس الجيش في عياد نصر اكتوبر هو النجس ده السبب. هو ده السبب. بلد كلها طلعت تقول تحيا الامارات. الناس التحيا مصر. انا عايزك بس ضم لو قطامها جحش. تتخيل الواقعة دي لو اتاخدت لعيبة من الاهلي او ازا ملك اتحبسوا في السودان ولا ليبيا ولا في المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا موريتانيا ولا لبنان ولا بتاع كانت الدنيا قامت ما عادتش. ولا نسمح وكرامة مصر. لكن كرامة مصر تبع وتشترى في زمن الرز. اشتركوا في القناة